السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيب قلبي عاملين ايه يا ربي دايما تكونوا بخير وفي احسن حال النهاردة هنكمل مع بعض باقي التحضيرات اللي منحضرها الشاهر رمضان كل سنة وانتوا طيبين هنعمل اهم حاجتين منحب نقدمهم كمقبلات في شاهر رمضان وهم الكبة هنعمل الكبة او الكوببة هنعمل النسخة الاقتصادية منها طريقتها سهلة خالص وهنعمل كمان هنحشي مع بعض السنبوسك بحشوات مختلفة فانشاء الله يكون الفيديو عاجبكم وكمان يكون مفيد بالنسبة لكم وياريت لو عاجبكم الفيديو تعملوا لايك وتعملوا كمان شير لصحابكم اكون شكرا جدا لكم كمان لو عاجبكم القناة ما تنسوا تشتركوا فيها وفعلوا الجرس على الكل لو حابين يوصلكم مني كل فيديو جديد نقول بسم الله الرحمن الرحيم هنبدأ مع بعض الاول بطريقة الكبة او الكوببة طبعا النسخة الاصلية منها بتكون باللحمة المفرومة مع البرغل لكن انا هعملها بالنسخة الاقتصادية منها اول حاجة معاي كوباية من البرغل النعم ده انا بسخدم النوع ده من البرغل تمام انا طحنتها في الكبة الصغيرة المطحنة الصغيرة عشان تكون نعمة معاي كوباية من السميد الناعم كوباية مليانة من الملح كوباية من السميد كوباية ونصف من المياه المغلية المياه سخنه وكوباية مغلية وهقلبه مع بعض كويس جدا تمام جدا ممكن تستبدله السميد اللي هو الابيض العادي بس في الحالة دي هتحط كوباية وربع بس من المياه بس انا بفضل طبعا السميد بيديني نتيجة احسن هنغطيها باي غطا كده مناسب للحاجة اللي عاملين فيها وهنركينا على جنب المدة نصف ساعة ولغاية بنرجع لها دين في الفترة دي في نصف ساعة دي بدأت اجهز اللحمة المفرومة او العصوق هبدأ اعصق كده اللحمة حاطيت كده المادة الدهنية زيت على ثمنة او زيت على زب ده المادة اللي تحبوها تمام وبعد كده معي بنزلت كده حوالي بسلطين كده كبار مفرومين في الكابة او متقطعين حدد صغيرة خالص تمام انا عصق نصف كيلو من اللحمة المفرومة او اكتر من نصف كيلو بشوية واستخدمه في حاجات كتير جدا يعني نصف كيلو ده هيعمل معي حاجات كتير او هيعمل معي الكبة وهنحشي منه كمان السامبوسة وهيفين منه كمان شوية هعمل بها السامبوسة البوف اللي هي بالعجينة بس هقدمها لكم في فيديو تاني ان شاء الله تمام كده انا حاطيت رشة ملحة صغيرة على البصل عشان يتبل معي بسرعة مجرد ما تلاقيه دبل معك كده هبدأ انزل بيه اللحمة المفرومة بالشكل ده كده طبعا يالونة مغير عشان كنت سايبها شوية في التلاكة فعملت الوش البني ده تمام وبعد كده هقلبها كده مع البصل عشان تتعص جمعية او بشوحها مع البصل طبعا بحاول كده افتتها بالمعلقة عشان اتاكد ان هي كلها استود ووصل لها كده الحرارة تمام جدا بعد ما لونها بيغير بالشكل ده كده بتكون خلاص دخلة على سوا بوضيف عليها معلقة كبيرة من معجون الطماطم او الصلصة بحط كمان معلقة من التوم المفروم ده تم على شطة او تم على فلفل حطيت كمان الملح هزبت الملح بتاعها وكمان بحط فلفل اسود والسبع بهرات دي طبعا السبع بهرات اللي عاملينها مع بعض اللي انا عاملها يعني موجودة على القناة كل ما بتخلص طبعا بعملها تاني تمام حطيت منها برضو معلقة صغيرة مع الفلفل اسود والملح بش بحط حاجة اكتر من كده وفي ناس بتعمل عصاب من غير توم بس انا بحب برضو اديرو ناكة التوم كده خفيفة برضو بتدي طعم حلو قوي قوي جربوه بالطريقة دي هيعجبكم جدا جدا واستخدموه في اي حاجة تحبوها كده تمام جدا قلبتم مع بعض كويس وتأكدت كده ان هو خلاص استوى وبعد كده بقى نرجع لعجينة البرغل تاني تمام هتلاقوا بعد نص ساعة هتشربت كل المية كده والسيميت كده نفش معنا هنعمل ايه بقى نحط بقى عليها التوابل هنحط فلفل اسود حطيت كمان سبع بهارات برضو هسيب لكم الطريقة في اول تعليق لو حابين تجربوها وحطيت كمان بصلوية كده صغيرة مبشورة تمام يفضل تكون البصلوية مبشورة اكتر من اللي انا بشروها كده هيكون نعمة عن كده هيكون افضل وابدأ يعجيني كده عجيني جامد في العجينة لحد ما تمتزج معاك كده كويس زي ما انتو شايفين وبعد كده وإحنا بنعجن هنضيف كده معلقتين من الزيت وهنبلق دينا كده بالزيت عشان تتعجن معنا كويس وانا بعجينها كده لقيت كده كده كبير شوية من البصل فبدأت اشيلها زي ما بقولكو بلاش تعملوا البصلة زي ما انا عملها كده لا خلوها نعمة اوي خلوها مبشورة نعمة اوي قبل ما اضيفوها على البرغول تمام كده العجينة بقت زي الفل معايا هغطيها كده بكيس او بغضبق وهحطها في التلاجة ترتاح كده على الاقل نص ساعة قبل ما نبدأ نشكل فيها لو لقيتوا العجينة طرية معاكو او زيادة عن اللزوم وانتو بتشكلو مش عارفين تشكلوها هتعملوا ايه هتضيفو كده معلقة او معلقتين من الدي ويتعجنوهم معاهم كويس جدا لحد ما تزبط معاكو وتقدروا تستخدموه وعشان دي سهل عليكو استخدامها طبعا لازم نبلق دينا كويس بالزيت زي ما انا هعملها كده اداية الاتنين بالزيت وبعد كده هوريكو بقى دلوقتي التشكيل زي ما انتم شايفين طبعا انا عملت تجويف كده فيها وبتحشيها كده كمية محترمة كده من اللحمة المفرومة وبعد كده بتعمل لها كده ايه بوس كده من فوق ومن تحت زي كمترة كده وبعد كده بنبلق بالزيت كده اللي على قدينا بالنعم كده السطح بتاعها بالزيت ونخليه كده مفقوش ايدة شقوقات وتكون كده نعمة معاكي وملسة من برا تمام هعمل معاكو دلوقتي واحدة كمان تشوفوا الشكل بتاع طبعا انا هنا بحاول اشيل اي بصل الاقيه لان حسيت ان البصلة هنا اه كانت اه يعني خشنا معي شوية بعمل كده تجويف باخد كده كورة على قد كده اه حجم اللمونة كده الكبيرة على قد حجم اللمونة اللي هيك كبيرة شوية العجينة دي على قد مقدر تمام؟ وبحشيها اللحمة مفرومة كده على قد مقدر برضو بكون كمية حلوة كده مليلة وبعدين بقفلها كده كويس واعمل كده بوز بالصباعين بتوع اللي هو الصباع السبابة والصباع اللي جنبه زي ما انتم شايفين كده بعمل كده بأدية عشان اعمل البوز اللي فوق ده وزي برضو من تحت تمام؟ وبعد كده باخد بالزيت شايفين بنعم السطح بتاعها من برا عشان تكون كده نعمة معي مفاهاش اي تشققات وعايز اقولكم ان هي لها اشكال كتير للتشكيل بس انا هوريكو بس شكلين دول احلى شكلين لها ده الشكل اللي انا عملته والشكل التاني اللي انا بعمله دلوقتي ده زي ما انتم شايفين براقها كده على قد مقدر ايه العجينة او الكبة المثالية بتكون العجينة من برا بتاعة البرغل رؤياءة جدا ومقرمشة كده لما نقليها في الزيت طبعا هقليها معيكو هوريكو شكلها عامل ازاي بعد ما تتقلي وبيكون شكلها من ومن جوة تكون مليانة حشو تمام؟ يعني من برا مقرمشة كده وطبقة رؤياءة من البرغل ومن جوة تكون الحشو كده 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 ومليانة والطعم كله طبعا بيكون في الحشوة زي ما انتم شايفين حلوة قوي قوي تمام؟ بدأت كده اعمل كل الكمية بنفس الطريقة تمام؟ دي كده كل الكمية لطلعت معيه تقريبا الشكل التاني انا نسيت احطولكو مع الفيديو ده سامحوني بقى هو الشكل التاني اللي احنا بنعمل لها بوص بس من فوق ومن تحت بتبقى زي ما هي تبقى شكل كميترا كده بالزبط تمام؟ يعني انتم امدورها من تحت ومن فوق لها بوص واحد بس بدل الاتنين دول شايفين دي كده الكمية اللي طلعت معاهم كوباية برغل واحدة بصراحة كمية حلوة جدا جدا وحجم الكبه كبير كده وحلو فجربوها كده بكمية بسيطة كده وشوفوه كده رأيكم فيها يعني اتعجبكم جدا ان شاء الله تمام؟ مش عارفة عم بطلق بطل ايه تمام؟ دي كده كل الكمية اللي طلعت معي هحطها في الفريزر عشان تمسك نفسها كويس وبعد كده هقللكم منها ونشوفها مع بعض تمام؟ طبعا هحطها في الفريزر حوالي ساعة كده تجمد معي بعد ما بتجمد بنعبيها في طبق وبرضو هوري كل حاجات دي مع بعض ان شاء الله دلوقتي بقى السامبوسك من نسبة للسامبوسك انا باشتريها ازاي؟ باشتريها من البتوع الفطاطري او من بتاع الكنافة اللي هو الكنافاني شايفين تختروها كده تكون مفككة كده عن بعضها ما تكونس مجمدة بلاش تشتروها مجمدة لان بعد كده ما بتجوا تفقوها وتطلعوا كده الشرايح بتاعتها بتلاقوها كده لازقا في بعضها بتبقى صعب جدا ان انتو تطلعوها وبتتقطع معيكو لكن دي ما شاء الله من اول واحدة الاخر واحدة ما هضرت ليش ولا واحدة سامبوسك وحلوة جدا جدا عشان جايبها كده فريش من عند اللي هو الكنافاني اللي هو بيبيع الكنافة والقطايف والفتير والحاجات دي تمام؟ ممكن هي كمان بتتعمل في البيت بس بصراحة ما حبيتش عاملها يعني الموضوع مش مستهل تمام؟ لو حبيت عاملها بعد كده برضو هشاركها معيكم دلوقتي بقى طبعا معي العصاج بقيت العصاج اللي كنت عاملها فاض منه كتير جدا تمام؟ فهحشي طبعا بيه السامبوسك دي وعملت كمان حشوة جبن انا بعمل جبن مشكلة على بعضها جبنة مزارلة وجبنة رومي مبشورين ويبحط عليها جبنة تكون طرية ليه جبنة الفيتا اللي هي في العلب دي ليه بقى عشان تمسيكها لك مع بعض وتحطي كده القطعة بقطعتها في السامبوسك او في اي حاجة انت عايز تحشيها تمام؟ بعد كده بقفلها زي ما انتم شفتوا كده اللي انا بقفل به ده ده معلقة دقيق كده ومخفيفها بكام يعني معلقة صغيرة كده من المياه تعجينا كده آآ متوسطة ولا هي طرية قوي ولا هي آآ جمدة قوي عشان اعرف اعملها كده السامبوسك كده ألزق بيها السامبوسك بتاعتي ممكن كمان اقفلها زي جراب زي ما انتم شايفين كده او حجاب عندنا في مصر بيقولوا عليه حجاب كده اللي هو بدخلها منها فيها كده من غير ملزقها بالآآ بالآآ بالسامبوسك ده تمام؟ دلوقتي بقى بباركوا انا بعمل ايه بقى عشان اخلص كل الكمية بسرعة ولف اللفة كلها بتاعت السامبوسك بفر كده قدام ممكن نفرد خمسة ستة عشرة مرة واحدة على الرخيمة وبحشين كلهم مرة واحدة وبعد كده بقفلهم برضو مرة واحدة مش بتاخد معي الطريقة دي مش بتاخد معي وقت خالص وطبعا كده افضل من انا كل ما اكون عاوزة آآ اعمل سامبوسك ان انا اطلع آآ شوية بشوية واعملهم تمام؟ كده بعمل كل الكمية بنفس الطريقة طبعا متعودة دايما اني لما بجيب السامبوسك بعملها كلها مرة واحدة وبشيلها جهزة معي في الفريزر عشان اطلع منها واستخدمها على طول من غير آآ تعب ان شاء الله طبعا متوفر معي وقت ومجود كبير جدا بدأت كده اعباها في الاطباق اللي هي الفوم دي او ممكن تعباها كلها كده في علبة لعلبة تلاجة يعني او علبة فريزر علبة حفز مرة واحدة واتطلعوا منها كده وتكون معلمة او حتى الحشوات كل حشوة في جنب لوحدها طبعا عملت نص باللحمة المفرومة والنص التاني بميكس الجبن دي كمان الكببة بعد ما جمدت في المعية في الفريزر برضو هبدأ اعباها في الاطباق على حسب استهلاكي ممكن تضعفوا كمية طبعا الكببة اللي انا عاملها دي كان انا عامل على قدة الاستهلاك بتاعي انا فانتو ممكن تضعفوها لو انتو عدد افراد اسركوا اكتر او اا عندكو بقى عزومات وكده فتكون جاهزة معاكم طبعا بتكون حاجة مشرفة وتحفة جدا في العزومات هي والسامبوسا طبعا كمقابلك كده جنب الاكل شايفين هي مجمدة بشدها بالعافية ازاي عشان احطها في الاطباق بعمل كده كل طبع على حسب الوجبة بتاعتي تمام كده عملت كل الكمية طبعا من نسبة لكمية حلوة جدا تكافين كتير قوي لان احنا عددنا مش كتير يعني فاجربوا كده واعملوا اا الكببة في البيت وضروري جدا تقولوا رأيكم ايه في الكببة بعد ما تعملوها اا زي كده ما عملنا مع بعض كفتة البرغل وعجبتكم جدا والناس كتير عجبتها فاجربوا برضو الكببة الاقتصادية لان دي النسخة الاقتصادية منها مش الكببة الاصلية وقليري رأيكم وكمان برضو حاولوا تجهزوا كده السامبوسك بتاعاتكم كونوا متفرزة كده وجهزة معاكم في الفريزر خصوصا لو انتم عندكم عزومات كتير حاولوا تعملوا بقى لفتين او تلاتة على حسب الاستهلاك بتاعكم هنا بقى قلت لكم كم واحدة كده من الكببة ااا طبعا مش قادر اقول لكم تعموها عامل ازاي تعموها طحفة جدا طبعا منقليها في زيت غزير يكون يكون زيت في حلة مش في طوصة ويكون الزيت كده غزير معاكي وسخني جدا جدا تنزلي بهم واحدة واحدة عشان يتم بتنزلي واحدة بتخفض درجة حرارة الزيت معاكي تمام فتنزلي واحدة وبعدين تستاني لما زيت تشغلي تاني وبعد كده تضيفي التانية ومطقة طريش في الحلة او في الطوصة اكتر من ثلاثة او اربعة تمام طبعا قلتها والتها لكم من جوه بكون تحفة جدا وكمان اللي انا فتحتها دي كانت ساميكة شوية من جوه لأ حاولوا اللي انا التانيين بقى لما فتحناهم لانهم ارفع من كده يعني فاهمين قصدي يعني الطبقة اللي برا كانت ساميكة لكن احسن حاجة لها ان تكون الطبقة اللي برا رفيعا من جوه الحشوة كتير يارب يكون الفيديو عجبكم اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد متنسوش تعملوا لايك والسلام عليكم والسلام عليكم